بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخوانا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية أهلا وسهلا بحضراتكم والموضوع جدا خطير فأرجو من حضراتكم تستمعوا لآخر الفيديو على الكزعبلات اللي موجودة قدام حضراتكم دهيا والله النهاردة أنا بفتح الفيسبوك كده بعد الضهر فلاقيت البوست اللي قدام حضراتكم ده هو طبعا البوست مجهول المصدر هو محطوط بس على صفحة اسمها معلمين الطماطم فمعلمين الطماطم يا ريت حضراتكم تخليكم في المعلمين معلم بتاع الطماطم ده بينزل أرض الطماطم عندي أنا تمام فبيبص فيها زمان يعني كلما منزرع طماطم أرداي ييجي معلم الطماطم وقولك دفاكة مع عداي الطماطم ده شغل هو تمام التمام الصنف ده أحمر ولا مش أحمر الحباية حيلة ولا مش كويسة هتناسب السوء بتاعي ولا مش هتناسب السوء بتاعي وهكذا ده شغل معلمين الطماطم أما أن حضرتك تحط لي البوست ده هوت وتقول لي فيه أن أقوى خلطة لسوسة الطماطم خلطة العريش تمام خلطة العريش خمستاشر يوم حماية من السوسة على أقل تقدير أولا الكلام ده هوت عاري تماما من الصحة تمام وأنا طبعا معروف أنا مين وبشتغل فين وما لما بشتغلش في مصر تمام ولا هعادي حضرتك ولا هقولك لحاسد ولا حاقد والكلام الكبير اللي انت كتبه في البوست اللي هينزل بعد ده على طول يا جماعة عجبهولك على الفيديو ما تخليك زي ما انت تمام طيب خلطة ونسبها للعريشي يعني ايه العريشي يعني المزرعة بتاعت العريشي ديت مثلا يعني عليها تاج يعني ما بجلهاش التوتا أبسلوتا التوتا أبسلوتا ديت في كل دول العالم خصوصا في الشرق الأوسط بالذات لأن الظروف المناخية بتاعتنا أساسا بتناسب التوتا أبسلوتا فلما تعمل حضرتك الكلام اللي انت عامل ده هوت زي الصابون اللي انت أول حاجة انت خلطة انت عملت خلطة حلت مبيدات يعني وطبعا هننسيب لك أنا بتاع بتاع الرابط بتاع الفيسبوك بتاع البوست تعبعا تحت الفيديو تمام وطبعا أكون في مبيدات أهية هتلاقي لما هتدخل هتلاقي المبيدات موجودة جنب الأزايز اللي هو عملها بتاعت الصابون السائل دي ولا ما عرفش هي ايه تمام طبعا انت حلت المبيدات أي مبيد بيتحل خلاص هو ليه ساعات معدد ساعات معينة بعد جد خلاص الدنيا بتاعته خلاص بتنتهي فانت اللي عملته دي عملت خلطة حلت المبيدات أي مبيدات خلطة طبعا مش مقتنع بيها وأعتق نعني تمام أنا مش مقتنع بيها تمام وطبعا كاتب تحت التواصل خاص زي ما حدرتك شايف التواصل خاص ليه انت راجل واسق من شغلك مفيش حال يسمى التواصل خاص أنا فلاني الفلاني مقيم في الحتة الفلونية بأخد عينة من العينات بتاعتي وأقصر نقطة بين أقصر مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم بلاش الخط العوج خد العينة بتاعتك واطلع على وزارة الزراعة والمعهد بتاعه بحوث المبيدات واطلع لهم يا جماعة أنا اخترعت خلطة أهيت والخلطة ديت ظروفة واحد اثنين ثلاثة وشوفوها لي وادخل من الباب السليم أما اللي انت عامل دهوت ده مش عايز اسميه عشان ايه دعاك يعني خلينا اسميه لان انت طالما انت حطيته على الفيسبوك ده يبقى دعاك فاهمني طالما انت بتقول طبعا الاخوانا طبعا البوست التانية هو تحضراتكم كاتب خلطة السوسة اللي هي خلطة العريشي ما عرفش برضو ليه حطت العريش حشره هقولك انا فيه شغلانا باخوانا بتاع العريش بيتغنوا بيها من زمان يعني اصلحنا الجماعة اياهم هم اللي علمونا واصلحنا ما عرفتش ايه والنازعلك الملهاش لازمة ديا احترمنا طبعا لكل الناس ولكن الكلام ده ما يصحش يا جماعة الخير لان ده كلام مش مزبوط جملتهم التفصيل ظهرني واحد في العريش في المينيا كان في سنة 2004 كنت مهندة صغير لسه وجاب لي القصة دهية وبطول وضع ده ما ينفعش خالر قال لي ليك ببلاش بس ما تتكلمش قلت له لا طبعا هتكلم ما تكلمش ليه تهمني فخلطة السوسة اللي هي خلطة العرش هي خلطة مجربة مضمونة مضمونة الفعلية لو عايزين نغشك كنا غشناك في علبة بسبعة جنيه تمام جاب علبة بسبعة جنيه وحط فيها الكده بس هو ايه الراجل رأفة بحالنا يعني راح جايب الايه زص الصابون السيل ديا وقام حطت فيها الخلطة دي وكتبنا عليها اسباني اسرائيلي هولندي في ناس جهلة تفتي بغير علم وانت العلم بتاعك مدلدة الدنيا بحالها وعشان كده كتب خاص وشغل في الظلمة والليلة السودة بتاعتك دي تمام واللي يقول لك محرمة واللي يقول لك مسرطنة طبعا الكلام انا مش جابه من عندي ده موجود تمام واللي بيقول لك دخلت مزرعة واحد عريش والمن وكله كذب ودجل اما من انسان جاهد او حاقد انسان جاهل او حاقد دي كان كنت شغال في شركة مرة كبيرة كنت مسك مدير الزراعات فيها ورئيس مجلس الادارة جاب لي واحد قريبه يعني اخوه تمام فكان كل شوية في الايميل كل ما اعترض على حاجة وقول لك جاهد او حاقد واللي حد قسم من بذات الله والله على ما اقول شهيد اتبعت وما لقوا فيها حتى قعدت سنة مش لقى تقبض العمال بسبب ايه بسبب الليلة اللي احنا عايشين فيها دي كل واحد يقول لك جاهد وحاقد والليلة يعني ينطوعكم في العك وتدمير البلد وتدمير الناس والكذب والخداع والخزعبلات يا اما النبو جاهلا وحاقدين از كان الجاهل والحقد من وجهة نظركم هو ان احنا نوعي الناس فاحنا جاهلا واحنا حاقدين ما عندكش اي مشكلة شيء ولا يفقه شيء كمان يعني تمام يعني ما علينا مش مشكلة تحية للمثقفين في هذا البلد العظيم يا سلام يا ابني كأن الرئيس محمد انور السادات بيخطب الله هو اكبر عليك مش ولد عرقه ايه 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 يا عم ايه يا عم حرم عليكم اتقوا ربنا في الناس اتقوا ربنا في الناس اتقوا ربنا في الناس خلطة ايه خلطة ايه اللي انت خلطت المبيدات على بعضها وبعد عشرين يوم ولا شهر واحد افترضنا ان هي مبيدات انت جايبها وخلطتها على بعضها افترضنا زي ما تقول السبات بتاع المبيد هيقعد بعد سنة كده او بعد شهر او بعد شهرين ولا انت بتقوله استنى بقى دلوقتي الراجل عايز اخد له طن ولا اتنين طن تقوله استنى دلوقتي لما اعمل لك القصة دي في المعمل بقى واطلع عمال لك معرفتش ايه ده ايه ده جماعة الخير حرم عليكم احنا بنوعي الناس اياكم الكلام الفاضي ده كلته توتا ابسليوتا لها طرق مكافحة متكملة لازم تتبعها من اول يوم من اول ما انت محطتها في المشتل لحد ما بتنقلها للارض بتاعتك وبتختلف من اليرقة من طر اليرقة لطر الحشرة دي لها حاجة معينة وديت لها حاجة معينة اما البست ده هو تجماعة فانا بنصحكم والله على ما يقول شهيد الكلام ده هوت زي ما بقول حضرتك لو هو سليم كنا خدنا كنا الراجل بتاع العمل الليلة دي ياخده ويطلع على الوزارة الزراعة والمعهد بحس المبيدات وقلوه ما جماعة الخير انا اخترعت حاجة هي تسميها خلطة العريشة سموها زي ما تسموها ولكن اخد بتصريح بيها وانا الراجل ايه المبتكر واللي بصنعها اما الوضع ده هوت فده وضع لا يرضى الله ولا رسوله ولا يرضى اي دين ان كان ولا يرضى اي يعني عقل او يعني حدث العقل بما يريق فان لا قلع فلا عقل له تمام اما بالوضع اللي احنا شايفينه ده هوت فانا بنصح كل اخوانا المزارعين انك تكتنب الحاجات اي حاجة هي بعيدة عن الصح اجتنيبها خالص واذكاة المبيدات اللي هي جاية من المصادر المزبوطة مش عارفة تجيب في التوتا اتسلوتا يعني احنا بنوقف عند حد معين فانت النهارة جبتي من الاخر يعني وخلت كل الناس جاهلة وحقدة وصنجنتا وبير واجريماتيكو وكل الشركات العملاقة دي بقى وخلاص كله يعني خلاص ما عادش بقى تحت السلم حياكم الله وتحية كل الحد فعلا بيحب البلد دهيت ويحاول يعني يشوف قصة المنشور دهوت على الفيسبوك ويحذر الناس منه شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته